بسم الله الرحمن الرحيم معكم المعلمة شيما السالم مدارس الوطن العربي مدتنا اليوم الثقافة المالية للصف السابع درسنا الانفاق الرشيد اخذنا عنا في الحصص السابقة عنا عن الانفاق نستذكر مع بعض بس عنا عن الانفاق الاشياء الاساسية لتحدثنا عنها تحدثنا عنا الانفاق يعتمد عنا على ثلاث عناصر مهمة اول اشي عن الحاجات الاساسية هي هي الاولويات الشخصية ومعنى كلمة الحاجات الاساسية الاشياء التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها وتكون ضرورة قصوة للإنسان مثل ما أكل مسكن مشرب أما بالنسبة عنها للكماليات أو الرغبات وهي الأشياء الإضافية التي يستعين بها الإنسان لتحقيق أمور وتيسير أمور حياته بشكل أسهل ولا يعتمد عندنا اعتماد كلية عندنا عليها نيجي هنا عندنا ما بين الحاجة وما بين الرغبة الما بين الحاجة وما بين الرغبة تتكون عندنا من أكثر تأخذ أكثر من مجال لأنها أساساً بتكون أشياء ضرورية عندنا للإنسان ولكن لا تكون ذات أهمية قصوة مثل الحاجات الأساسية للإنسان ولكن اعتمدنا إحنا في منطقنا في الثقافة المالية على أن الرغبة تصبح حاجة عندما تحق للإنسان عدة أمور وأهمها السعادة فتصبح في هذه الحالة الرغبة حاجة ملحة للإنسان نجي اليوم نتعرف عندنا على عادات الإنفاق تختلف عادات الإنفاق من شخص لآخر باختلاف عدة أمور من أهم هذه الأمور العمر يختلف الإنفاق ما بين الأفراد الكبار بالعمر وما بين الصغار كيف بتصير عندنا عملية الإختلاف فيها ما بين الكبار وما بين الصغار رح نستذكر عندنا الأمور الرئيسية التي ينفق عندنا عليها الكبار مثل فواتير المية احتياجات المنزل الأساسية إيجار المنزل والأقصاط بنعرف كلياتنا أنه الشخص الكبير بالعمر الواعي المثقف يقوم بعملية الإنفاق على الأشياء الأساسية المهمة في حياته ويعمل عندنا إليه موازن لكل شخص مننا بحيث إنفاق المبلغ الموجود بين إيديه بغض النظر كان موظف أو كان عمل حر أما بالنسبة للأطفال الصغار أو لطلابنا الأعزاء تكون عندنا أهمية الإنفاق عندنا بيكون عندنا ممكن يكون عندنا أدوات مدرسية هدية لصديق أو لأم الوجبات السريعة أو السكاكة ممكن تكون عندنا شبس أو عصير وعلى الإنسان أو على أطفالنا الأعزاء عدم الإكثار منها ثاني عامل من العوامل الموجودة عندنا وهي البيئة والبيئة تختلف في عملية الإنفاق من شخص داخل لأنها تحتمد عندنا على عدة عوامل من أهم هذه العوامل الإمكانات المادية تختلف الإمكانيات المادية بين الأفراد حسب المردود المادي لكل فرد في كل يتنا نعرف أنه الشخص المردود المادي مفتوح تختلف نفقاته عندنا عن الشخص المردود المادي محدود مثل الموظف يكون له إيراد محدد في نهاية الشهر بعمل عندنا على تقسيم المبلغ الموجود بين إيديه بحيث أنه بيقسم منها على الأمور الأساسية والحاجات الضرورية أما الشخص عندنا المردود المادي عالي نوعاً ما فما رح تفرق معه عملية الصرف أو عملية عندنا الإنفاق لأنه في مردود مادي جيد بالنسبة له أما بالنسبة للمكان وتختلف باختلاف المناطق المحيطة بنا أي مكان السكن بنعرف كلياتنا أصغر مثال الموجود عندنا زي ما إحنا موجودين هنا بناءًا عليه عمان الشرقية تختلف عندنا باختلافها عن عمان الغربية فمجرد عندنا عملية الإنفاق لتكون عندنا في عمان الغربية أكثر لأنه سعر السلعة رح يكون عندنا أغلى من سعر السلعة الموجود عندنا بعمان الشرقية مع أن السلعة هي هي نفسها دون اختلاف فيها نتعرف من خلال ذلك منوصل عندنا على تعريف الإنفاق الرشيد وهو إدارة أموالها على نحو جيد والأخذ بالحسما مصلحة الآخرين والمجتمع والبيئة الاستهلاكية عندما نتخذ القرارات منيجي من هنا منتوصل عندنا على أنه يتوافق الإنفاق الرشيد والإدخار معا جنبا إلى جنب من خلال مهارة الانضباط والتخطيط بنتوصل أنه الإنسان الذي يستطيع أن يقوم بإدخار مبلغ من المال في نهاية كل شهر أو بكل فترة معينة بيعمل عندنا على الإنفاق الرشيد بيوصل عندنا على تلبية مهارة الانضباط والتخطيط الضقيق في حياته من هنا منعرف إحنا منعلم أولادنا أنه عملية الحصالة اللي يستخدمها هي عملية انضباط وتخطيط دقيق للأموال عشان يعرف أهمية المال الموجود من خلال ثقافة المالية المادة المطروحة من إيدنا نتوصل بعدها عندنا إلى الإنفاق المسؤول والمقصود بالإنفاق المسؤول هو الإنفاق الذي يعتمد على تحديد الأولويات مع ما تملك من نقود وكيفية التعاون معها بطريقة مناسبة معنى كلمة الإنفاق المسؤول أني أنا ما أصرف المأوال الموجودة بين إيدي على أشياء ليس لها لازمة ولكن تحديد الأولويات الأساسية التي يعتمد عليها الإنسان وهناك عدة عوامل يعتمد عليها الإنفاق المسؤول أهم هذه العوامل أول شيء مني جيب نحكي عنا الجيب وهي قدرتك المادية على الإنفاق محتوى الموال الموجود بين إيدينا هي اللي بتساعدني على تحديد الإنفاق المسؤول منها ثاني شغلة عنا وهي ضرورة من ضرورات الحياة الأولويات حاجتك الفعلية والأشياء ذات القيمة الأكبر في حياتك عشان هيك من هون من مطلقنا هون منحدد أن الأشياء الأساسية في حياتنا منحددها الأمور الضرورية مثل المأكل المشرب الملبس منحددها بالأشياء الأساسية ذات القيمة الأكبر في حياتنا بعدين منتطرق للأمور الثانية اللي هي ممكن تكون عندنا رغبات أو كماليات ونجي هنا منحكي ثالث عامل في الإنفاق المسؤول علاقتهم مع الناس مدى التضحية وحقوق أي شخص أو مصلحة في إنتاج السلحة التي ستشتريها من هنا منعرف أنه علاقتنا مع الأشخاص الموجودين فيها بتحقق عندنا في إنتاج السلحة أو عملية التبايع اللي بتصير عندنا في الأسواق من عملية عرض وطلب عندنا بين الأفراد بنجي رابع الشغلة بنجي بنحكيها العلاقتك مع البيئة مدى الأضرار بالبيئة خلال إنتاج السلحة التي سوف تشتريها بنعرف أنه سلحة اللي إحنا بنجريها بتعمل عندنا ضرر أو فائدة على البيئة المحيطة فيها ممكن تكون عندنا سلعة عليها طلب كثير ولكن ضررها كبير عندنا على البيئة فلازم الإنسان بشكل عام يكون عنده إنفاق مسؤول بحيث أنه يحدد أمور حياته في عملية الإنفاق شكرا لكم على حسن استماعكم